اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم اخبارنا المحلية لو تفتكروا الحلقة اللي قبل اللي فاتت كنا اتكلمنا عن محمد سند لاعب كرة اليد اللي جاله كورونا وبيلعب في فرنسا وبيلعب فريق تيم الفرنسي لأسف النهاردة عاصم مرعي لاعب كرة السلة ولاعب منتخب مصر كرة السلة اللي بيلعب فريق مترو بوليتنز الفرنسي جاله ايضا كورونا للأسف ده صور عاصم مرعي طبعا لعب منتخب مصر عاصم مرعي طبعا كان بيلعب في المانيا اتنقل لمترو بوليتنز الفرنسي من شهر او شهر ونص لعقد المودة تاة اربع شهور للأسف ظهرت عليه الاعراض عمل مسحة عنده كورونا الحمد لله هو يعني بنطمنكم هو خف ورجع بيته ولكن هو محتاج عمل اخر مسحة كاتسلبية ولكن هو رجع بيته ولكن محتاج شوية تحليل زيادة وشوية اشعات عشان يطمنوا عليه بشكل كامل ويرجع الغريبا ان الاثنين لعيبة سواء سند او مرعي بيلعاموا في فرنسا والاثنين جالهم كورونا للأسف الحقيقة الارقام كبيرة جدا والمرض منتشر في اوروبا بشكل عام وفي فرنسا الارقام الرسمية اللي بيجينا من هناك ارقام مرعبة شوية الحمد لله ان ربنا مسلم مصر بشكل كبير جدا من انتشار المرض ده والحمد لله ده يعني نعمة من نعم ربنا علينا ان ربنا حافظ البلد دي ما تقوليش بقى يعني اصل وفصل ومش عارف هو ربنا اللي سترهم على البلد دي طبعا نتمنى الشفاء لكل اللاعبين يخلي بالهم من نفسهم خد احتياطاتك خاصة ان المرض منتشر في اوروبا في اوروبا الف سلام عليك يا عاصم ترجع بكل قوة ان شاء الله لفرقتك ترجمة نانسي قنقر